اهلا بكم في نازل قانون والتمويل هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو المخالفات المرورية اللي ممكن تعرض حضرتك او حضرتك للسجن وبالتحديد هم 10 مخالفات بتعرضكم للسجن 6 شهور وغرامة 500 جنيه هتتعرفوا عليها من خلال مشاهدتكم للفيديو ده قانون المرور الحالي في المدة 75 من بنود القانون وضع 10 مخالفات المخالفات دي بتعرضك للسجن مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او باي عقوبة اشد في اي قانون اخر بيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور وبغرامة ما تقلش عن 200 جنيه وما تزيدش عن 500 جنيه او باحدة هتين العقوبتين كل ما نرتكب فعل من الافعال اللي هنقولها دلوقتي اول حاجة قيادة مركبة الية بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة تاني حاجة قيادة مركبة الية غير مرخص بيها او كانت رخصتها قد انتهت مدتها او سحبت رخصتها او لوحتها المعدنية قيادة مركبة الية بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز قيادتها او برخصة انتهى اجلها او تقرر سحبها او ايقاف سريانها عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة لاستعمال تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوصة عليها في هذا القانون تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها مخلفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون أو تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع عدم استفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات وفي كل الأحوال دي العقوبة بتضعف عند ارتكاب فعل من نفس نوع الجريمة الأولى خلال 6 شهور من ارتكابها أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد وسلم عارض